آت الحجر الصحي الشامل تتواصل عمليات تأمين تقديم الخدمات الأساسية داخل جميع المرافق الحياتية بشكل يضمن سلامة المواطنين وقد فتحت المستشفيات ومراكز البريد التونسي ومراكز الصندوق الاجتماعية والبنوك العمومية والخاصة والبلديات ومكاتب شركة استغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز فتحت أبوابها أمام الحرفاء مع حرص ضمان مسافة الأمان بينهم تفازيا لعدوى محتملة بفيروس كورونا كما واصل عدد من الفضاءات التجارية توفير الأغذية وبقية الحاجيات الأساسية لحرفائها وفق معايير الأمان ذاتها